موسيقى الرئيس السيسي واجه الحكومة والبنك المركزي ببلورة مبادرات جديدة لتحفيز وجذب الاستثمارات الخارجية موسيقى الأمم المتحدة تعلن عدم توصل الحكومة اليمنية والحوثيين لاتفاق على تمديد الهدنة موسيقى عون وبري وميقات يبحثون الرد اللبناني على مقترح الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل موسيقى أخبار سابعة نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من شاشة أني للأخبار أهلا بكم وجه رئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والبنك المركزي ببلورة مبادرات جديدة لتحفيز وجذب الاستثمارات الخارجية لمصر خلال فترة القادمة موسيقى اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات السياسة النقدية وأداء القطاع المصرفي بالدولة وقد استعرض السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي وقرارات وإجراءات البنوك المركزية بكبرى الدول الاقتصادية على مستوى العالمي مؤخرا وذلك للتعامل مع التدعيات وتطورات الاقتصادية الحادة في ظل الظروف الدولية الراهنة من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وما يستدبع ذلك من تغيرات مستمرة في السياسات النقدية العالمية للمواءمة مع تدعيات تلك الأزمة موضحا تطور مؤشرات الاقتصاد الكلي المحلي وأداء القطاع المصرفي للدولة وجهود توفير مستلزمات الانتاج لعملية التنمية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية وذلك في إطار خطط السياسة النقدية والبنك المركزي على المدى القصير والمتوسط وطويل الأجل بهدف الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن والوضع النقدي المتزن الذي تنتهجه الدولة وقد وجه السيد الرئيس ببلورة مبادرات جديدة لتحفيز وجذبي الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال الفترة القادمة مع الاستمرار في خطط وجهود البنك المركزي والمنظومة المصرفية لتوفير المستلزمات ذات الأولوية للإنتاج والصناعة مع المتابعة الدقيقة لمنظومة الاستيراد في مقابل متطلبات التنمية أكد الرئيس السيسي تطلع مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي وتجريمة مجتمع رجال الأعمال والشركات الكويتية وتنمية استثماراتها في مصر جاء ذلك خلال استقباله وفداً اقتصادياً من رموز مجتمع الأعمال بدولة الكويت استقبل السيد الرئيس عبد الفتح السيسي وفداً اقتصادياً كويتياً من رموز مجتمع الأعمال بدولة الكويت برئاسة السيد محمد جاسم السقر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت وذلك بحضور السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسيد المهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة صراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياتي إلى شقيقيه صاحب السمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت معربا سيادته عن ترحيبه باللقاء الذي يجسد روح التعاون الأخوي بين مصر ودولة الكويت أهلا وسهلا بكم في بلدكم مصر سعداء بوجودكم في بلدكم ومتشرفين بكم منراحب بكم وانتم معارفين العلاقة الطيبة جدا جدا بين مصر والشقيق الكويت على مستوى الشعبي وعلى مستوى الحكومي ده تاريخ ودي علاقة احنا بنسعد بيها ونتشرف بيها وبنفخر بيها ايضا فيه فرص كويسة في مصر واحنا بازلنا جهد خلال السنين اللي فاتت ديت عشان لو احنا بنتكلم على استثمار حقيقي يبقى جاهزين كدولة لهذا الاستثمار يعني لما يكون في حد سواء كان مستثمر او الشركات عايزة تشتغل او ده كنا مهم اقول احنا نجهز الدولة المصرية لذلك ثم الفرص الاستثمارية الموجودة احنا بنكلف بلد قوامها بالوقتي 140 مليون وبتزيد تقريبا كل سنة 2.5 مليون ده سوء كبير وبرضو نفس الكلام احنا لدينا اتفاقية التجارة حرة مع كل افريقيا ومع اوروبا وحتى مع منطقتنا العربية وبالتالي ده ايضا فرصة اخرى للنفاذ المنتجات المصرية او اللي حتصنع في مصر يعني الى هذه الاسواق البنية الشعائية الموجودة بنية حاسمة وحاكمة وفي ارادة حقيقية للدولة البنية الاساسية جاهزة او لا نحن لدينا بنية اساسية متطورة في الدولة بكل ما تعنيها هذه الكلمة خلال 8 سنوات احنا عملنا عدد تأهيل لقدراتنا في وتطوير البنية الاساسية للدولة حتى تستطيع انها تبقى ارضية حقيقية لاي استثمار في مصر او لاي تنمية اي تنمية حشان نعملها كان لابد ان يكون فيه طاقة وانا بقول لكم اللي عندناش لمشكلة الطاقة لا في الكهرباء ولا في الغاز بأي كميات الاصناعة داخل الجمهورية ثم كل القطاعات متاحة يعني كله متاحة اشتغل فيه المواني احنا بنقول 72 كيلو ارصفة 72 كيلو في السخنة الوحدة اكتر من 15-16 كيلو بيتعاملوا خلال سنة حيكونوا خلصانين فده كل ده يعني عشان نجهز الدولة لو فيه شغل بيتعامل يبقى حضرك لو لك عايز تصدر يبقى تلاقي مواني على البحر الأحمر مواني على البحر المتوسط تقدر تخرج بها بشبكة طرق محترمة بشبكة قطر كهرباء سريع محترمة تحقق ده ثم طبعا المواني والموطارات وبقية الامور اللي هي بنبقى محتاجينها في كمرافق أو كبني أساسي فأنا برحب بيكم أهلا وسهلا وصعداء أنتم موجودين في مصر بلدكم أهلا وسهلا شكرا موسيقى 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 على مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانز جروندنبرج عدم توصل الحكومة اليمنية والحوثيين لاتفاق على تمديد الهدنة التي كانت سارية منذ ستة أشهر في البلاد حضر وترقب للوضع في اليمن مع انتهاء الهدنة وعدم الاتفاق على تمديدها وسط دعوات أممية لطرفي الصراع بضرورة الحفاظ على الهدوء والامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزاذ أو العنف ساعتما قبل انتهاء الهدنة جاءت ساخنة مع إشارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إلى موقف الحوثيين المعادي لجهود السلام وتأكيد مصادر عسكرية تابعت للقوات اليمنية أن الحوثيين يدفعون بتعزيزات عسكرية إلى معظم جبهات القتال خاصة في جبهات الجنوب والشرق في المقابل أعلن الحوثيون أن تفاهمات تمديد الهدنة وصلت إلى طريق مسدود ما ينذر بتجدد المواجهات العسكرية في جبهات القتال لتستمر الحرب التي بدأت عام 2014 وتسببت في مقتل الآلاف وفي أزمة إنسانية تصنفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم مع انتشار سوء التغذية والأمراض بين اليمنيين وبعد ستة أشهر مضت منذ الثاني من أبريل الماضي تم تمديد الهدنة بين الحوثيين والقوات اليمنية برعاية الأمم المتحدة مرتين ما سمح باتخاذ تدابير تهدف إلى التخفيف من الظروف المعيشية الصعبة للسكان في مواجهة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم وخلال فترة الهدنة تبادلت الحكومة اليمنية والحوثيون اتهامات بخرق وقف إطلاق النار ولم يطبق الاتفاق بالكامل وخصوصا ما يتعلق برفع حصار الحوثيين لمدينة تعز لكنه نجح بالفعل في خفض مستويات العنف بشكل كبير ومع انتظار الساعات أو الأيام القليلة المقبلة يتضح المشهد في اليمن إلى تمديد للهدنة وتحقيق المزيد من المكاسب الإنسانية للمدنيين أم عودة للقتال المستعر ومزيد من الضمار الذي لا تخلو منه أغلب المدن اليمنية يعقد الرئيس اللبناني خطية من الوسيط الأمريكي تتضمن مقترحا لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يبدو أن حالة المد والجزر في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل أوشكت على الانتهاء مع ترحيب بيروت وتل أبيب بالمسودة الخطية النهائية للاتفاق والتي قدمها الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين رئيس الوزراء الإسرائيلي إيرلابيد أوضح أن المقترح يصون ما سماها بكامل مصالح إسرائيل الأمنية والاقتصادية وأكد أن حكومته لا تعارض تطوير لبنان لحقل غاز إضافي مع حصولها على حصة مالية من عوائده في إشارة واضحة إلى حقل قانا الذي قد يتضمن المقترح الأمريكي تقاسم إراداته بين الطرفين في المقابل وصف نبيه بيري رئيس مجلس النواب اللبناني مسودة الاتفاق بالإيجابية معتبرا أنها تلبي مبدئيا المطالب اللبنانية التي ترفض إعطاء أي تأثير لاتفاق ترسيم الحدود البحرية على تقسيم الحدود البرية في المستقبل من جانبها كشف التقارير اللبنانية نقلا عن مصادر مطالعة أن المقترح يتضمن فصلا تاما بين ترسيم البحري والترسيم البري للحدود ويقرب عدم انسحاب أي نقطة بحرية يتفق عليها على أي نقطة برية وأكدت المصادر أن هناك بند في الاتفاق يتضمن الموافقة على إنشاء منطقة أمنية بحرية عزلة تحت سيطرة أممية لكنها تغضع للسيادة اللبنانية بينما كشفت مصادر أمريكية أن التنقيب عن النفط للطرفين سيتم بشكل متزام كانت المفوضة بين لبنان وإسرائيل انطلقت عام 2020 ثم توقفت في مايو 2021 جراء خلافات بعد مطالبة لبنان بتعديل الخريطة التي استخدمتها الأمم المتحدة خلال المحادثات وقال إنها استندت لتقديرات خطئة إذن لا حديث في بيروت إلا عن الاتفاق الذي يعول عليه اللبنانيون في انتشال البلاد من عثرتها الاقتصادية بينما تبدو الصورة مغيرة في تل أبيب مع استغلال زعم المعارضة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو الاتفاق كورقة دعاية في الانتخابات المقبلة واتهامه لبيد بالفشل وتحقيق لبنان وحده المكاسب على حد تعبيره حثت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس القادة العسكريين الجدد في بوركينافاسو على احترام الجدول الزمني لانتقالين متفق عليه مع رئيس المستقيل بول هنري دامبا لإعادة البلاد إلى الحكم الدستوري بحلول يوليو 2024 بعد يومين من التوتر في بوركينافاسو اضطر رئيس المجلس العسكري الحاكم الليفتانت كولينيل بول هنري دامبا الاستقالة من منصبه مفسحا من المجال لقائد المجموعة العسكرية التي تولت السلطة إبراهيم تراوري بالنظر إلى تعليق العمل بالدستور وحل المثاق يتولى الكابتن إبراهيم تراوري إدارة شؤون الدولة إلى أن يؤدي رئيس بوركينافاسو اليمين الدستورية وفي أعقاب جهود وساطة اقترح دامبا تقديم استقالته لتجنيب مواجهات دموية لكنه وضع عدة شروط من بينها ضمان سلامته وحقوقه وسلامة المواليين له والوفاء بالالتزامات حيال المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من أجل إعادة الحكم إلى المدنيين خلال عامين وشهدت العاصمة وجدوجو مظاهرات مؤيدة لقائد الانقلاب الجديد ومطالبة برحيل داميبا الذي أعلن تراوري إقالته مساء الجمعة ويسود التوتر بوركينافاسو منذ أعلن عسكريون بقيادة تراوري الإطاحة بدميبا الذي تولى الحكم عبر انقلاب في يناير الماضي وفي تعليقها على تلك تطورات قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إقواس إنها أحيطت علما بقرار داميبا بالاستقالة وفي اعتراف مبطن بالحاكم الجديد حثت إقواس القادة العسكريون الجدد على احترام الجدول الزمني الانتقالي المتفق عليه مع داميبا لإعادة البلاد إلى الحكم الدستوري بحلول يوليو الفين أربعة وعشرين قررت شاد إرجاء الانتخابات الرئاسية لمدة عامين وسمح لرئيس الموقعات محمد إدريس دابي بالبقاء في الحكم والترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة وأثارت القرارات غضب المعارضة ومثالت تحديا لمطالب الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة بعد متمديد الفترة الانتقالية أو تقديم مرشحين من المجلس العسكري للانتخابات الرئاسية وكان مقررا أن تنتهي الفترة الانتقالية في أكتوبر الجاري أعلن كهية الانتخابات البرازيلية اليوم عن إجراء جولة ثانية بين الزعيم اليسري لويسيناسيو لولا دا سيلفا والرئيس البرازيلي اليمني المنتهي ولايات جايير بولي سينارو في انتخابات الرئاسة يوم الثلاثين من أكتوبر الجاري أوضحت أن لولا دا سيلفا حصل على ثبانية واربعين ونصف بالمائة من الأصوات في مقابل ثلاثة واربعين وثلاثة من عشر بالمائة لبولي سينارو بعد فرز تسعة وتسعين وسبع من عشر بالمائة من الأصوات قال زعيم حزب العمل الديمقراطي في البوسنة بكره الزاتي جوفيتش أنه لن يفوز بولاية ثالثة في المقعد الإسلامي للرئاسة الثلاثية لأنه يأخذ منافسه ضد المرشح دينيس بيسيروفيتش الذي يدعمه أحد عشر حزبا معارضا كما ترون من نتائج الانتخابات من اختارني في السابق لا يزال يرقب في الاختيار نفسه وبالنسبة لحزب العمل الديمقراطي ما أزال رئيسا للحزب وسوف يحصل على نتائج أفضل لأنه أقوى الأحزاب في البوسنة لن يسقط الحزب لكنه سيتقدم للأمام كيف يمكن هزيمة حزب حصل على أكثر من ثلاثة ألاف صوت وكيف يمكن توقع الفوز ضد تحالف من أحد عشر حزبا من جهتي أعلن ممثل الكروات في مجلس الرئاسة البوسنية زيليكو كوميشيتش فوزه على منافسته بوريانا كريستو مرشحة حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي القومي مع انتشاف الأمور أصبح واضحا لدينا ليس فقط من سيكون في المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك ولكن أيضا كيف سيكون تكوين الحكومة من خلال الأشخاص الذين فازوا بعضوية البرلمان وفي هذا الصدد فأنا أوجه شكري لأعضاء الجبهة ليس فقط من انضموا لها خلال الأشهر الماضية ولكن الذين تواجدوا معنا قبل ذلك بكثير لقد بذلنا جهودا كبيرة للوصول لهذه النتيجة الجيدة كحزب أهنئكم من أعماق قلبي على هذه النتيجة أعلن كل من مليورة دوديكا زعيم السياسي لصرب البوسنة والممثل الصربي المنتهي وولاياته في رئاسة الجمعية أعلن فوزه برئاسة جمهورية صرب البوسنة كما أعلنت منافسته يلينا تريفيتش أيضا فوزها برئاسة جمهورية صرب البوسنة في أوج أزمة سياسية صوت البوسنيون في انتخابات عامة لتسمية الأعضاء الثلاثة في الرئاسة الجماعية للبوسنة وأعضاء البرلمان الوطني والبرلمانات الإقليمية والمحلية وكذلك رئاسة جمهورية سرب البوسنة تنقسم البوسنة الواقعة في البلقان بين كيان سربي هو جمهورية سربيا البوسنية والتحاد فدرالي كرواتي مسلم يرتبطان ببعضهما عبر سلطة مركزية وتشهد البوسنة أسوأ أزمة سياسية منذ نهاية الحرب في التسعينيات بسبب السياسات الانفصالية للقيادة السربية وتهديدات الكروات البوسنين بعرقلة تشكيل حكومة ويسعى زعيم سرب البوسنة والممثل السربي المنتهية ولياته في الرئاسة الجماعية ميلوراد دوديك يسعى لرئاسة جمهورية السرب وقد ضاعف من التهديدات الانفصالية في المقابل تعتمد منافسته الرئيسية الأكاديمية يالينا تريفيتش على الوطر القومي أيضا ولكنها تعيد بالقضاء على النظام الفاسد الذي أسسه دوديك حسب تعبيرها في الأوساط البوسنية يسعى باكرا إزد بيجوفيتش زعيم الحزب الرئاسي حزب العمل الديمقراطي القومي إلى الفوز بولاية ثالثة في المقعد المسلم لرئاسة الثلاثية ودع البوسنيين إلى انتخاب ممثلين لن يفرضوا حصارا أو يتسببوا بأزمات ولن يخرجوا الشباب من البوسنة والهرسك حسب قوله ويخد بيجوفيتش الانتخابات دينيس بيسيروفيتش مدرس التاريخ بحملة من أجل بوسنة موالية لأوروبا وموحدة ويحظى بدعم 11 حزبا معارضا بدورها حذرت الأحزاب الكرواتية من أنها قد تعرقل تشكيل الحكومة بعد الانتخابات إذا فاز السياسي المعتدل زيليكو كوميسيتش بمنصب عضو الرئاسة الكرواتية ويقولون إنه لا يمكنه الفوز إلا بناء على تصويت أغلبية مسلم البوسنة له وإنهم لن يعتبروه الممثل الشرعي للكروات وبين تهديدات الانفصالية من الصرب الأرثوذوكس والشعور بالإحباط لدى الكروات الكاثوليك الذين لم يعودوا يريدون التعايش مع مسلم البوسنة يخشى كثيرون حدوث اضطرابات جديدة بعد الانتخابات استشد فلسطينيان وأصيب ثالث صباح اليوم بعد قيام جنود إسرائيليين بإطلاق النار على سيارة كانوا يستقلونها قرب مخيم الجلزون شمال مدينة رملة في الضفاة الغربية المحتلة زعمت وسائل وعلام إسرائيلية أن شبان الفلسطينيين حاولوا دهث مجموعة من الجنود خلال مهمة لهم في المنطقة القريبة من المخيم كانت قوات الاحتلال قد اقتحمت فجر اليوم مدينة رملة مما أدى لاندلاع مواجهات مع شبان أطلقت فيها الغاز المسيل للدموع قل الرئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي أن نجاح جنود بلاده لا يقتصر على استعادة بلدة ليمان في شرق البلد كل يوم أو يومين على الأقل في الصباح والمساء أتلقى تقارير عسكرية الجانب الأكبر من تقارير هذا الأسبوع يتعلق بقائمة من المناطق المحررة ضمن العملية الدفاعية القائمة قصة تحرير ليمان أصبحت الأكثر شهرة في وسائل الإعلام لكن نجاح جنودنا لا يقتصر على ليمان معضلة جديدة باتت تواجه روسيا ورئيسها فيلاديمير بوتين بعد نجاح الجيش الأوكراني في استعادة السيطرة على مدينة ليمان الاستراتيجية في إقليم دونسيك بعد يوم من إعلان موسكو ضمه رسميا فالهجوم الأوكرانية على ليمان واستعادتها يمثل من وجهة نازل موسكو احتلالا لإراضي روسية وعليه فهي تعتبر ما حدث هجوما على التراب الروسي يستوجب استخدام كل الأسلحة لحمايته كما هدد بوتين وبعيدا عن هذه المعضلة فإن استعادة أوكرانيا لمدينة ليمان تمثل مشكلة عسكرية كبيرة للقوات الروسية بعد فقدها السيطرة على مركز مهم للسكك الحديدية كان يؤمن إمدادات القوات الروسية المنتشرة جنوبا من جانب آخر تمثل خسارة ليمان بالنسبة لروسيا ضغطا أكبر على الكريملين وبالنسبة لواشنطن وحلف الأطلسي والغرب تمثل رغبة متزايدة في مواصلة دعم أوكرانيا كأفضل وسيلة لمواجهة روسيا ووفق مراقبين فإن مشاكل موسكو لم تنتهي بفقد ليمان حيث يمهد وجود القوات الأوكرانية فيها الطريقة لمزيد من التقدم في منطقة دومباس التي لطالما كانت محور أهداف فوتين في أوكرانيا وسيمثل نقطة انطلاق لمزيد من المكاسب في الشرق يبحث البرلمان الروسي الدوم اليوم الاثنين اقرار معاهدات ضم المناطق الأربع التي تقع في شرقي وجنوبي أوكرانيا إلى الأراضي الروسية يأتي هذا بعد ساعات من قرار المحكمة الروسية العليا أعتبر أن معاهدات ضمام مناطق دونستيك والجانكس وزبوريجيا وخيرسون إلى روسيا تتفق مع الدستور أقام الأردني أحمد إبراهيم الأخرس متحفا مؤقتا يعرض فيه بعد مقتنياته من الأشياء القديمة التراثية التي تعكس التاريخ الاجتماعي للأردن والمنطقة في سن الخامسة والأربعين قرر الأردني أحمد إبراهيم الأخرس التقاعد من عمله لإقامة متحف مؤقت يعرض فيه بعض مقتنياته ومع ولعه بالأشياء القديمة التي تعكس التاريخ الاجتماعي للأردن والمنطقة بدأ الأخرس في جمع مثل تلك المقتنيات منذ الصغر وعن مجموعة من الألعاب التي تعني له الكثير روى الأخرس كيف حصل عليها طبعا كانت بالنسبة إلي غالي علي كثير طبعا لأنه من ناس راحوا على العمرة والحج ورجعوا طبعا توفاهم الله سبحانه وتعالى وطبعا هذه إلها الصور طبعا هي كانت عبارة عن تلفزيون مصغر كنا كثيرا نبسط لأنه نحس أنه الكعب المشرفة والمدينة المنورة موجودة في هذا التلفزيون تضم وقتنياته مجموعة واسعة من الأشياء مثل أدوات المكتب والألعاب وزجاجات المياه الغازية وأشرطة الفيديو والموسيقى بالإضافة إلى النسخ القديمة من الكتب المدرسية والصحف والتي يعود تاريخ بعضها إلى أكثر من قرن بداية التسعينات أنا كنت طفل أو طالب على مقاعد دراسة ولم يكن لدي أي تمويل أو دخل فكنت أبيع أطر أبيع الخردوات النحاس الألمنيوم في ذلك الوقت ومقابل المال الذي أجني أقوم بشراء هذه الألعاب والمناهج المدرسية وعرض الأخرس مجموعته لأول مرة في المنزل ثم أنشأ متحفا مؤقتا يموله بنفسه وهو مفتوح للجمهور مجانا في غرفة مستأجرة بجوار منزله وعن قرار تقاعده عن العمل من أجل متحفه الخاص قال كان من أحد الأسباب الرئيسية للتقاعد من العمل حقيقة هو الجلوس ما بين المقتنيات اختارت الجمعية العامة لدول منظمة التعاون الإسلامية دكتور عمر الليثي رئيسا لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول المنظمة جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية في مدينة جدة السعودية بحضور الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه وأزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد القصبي وأزير الإعلام الفلسطيني أحمد عساف ورؤساء هيئات الإذاعة والتلفزيون بالدور العربية والإسلامية في ختم هذه النشرة هذه عنوين الأخبار الرئيس السيسي وجه الحكومة والبنك المركزي ببلورة مبادرات جديدة لتحفيز وجذب الاستثمارات الخارجية الأمم المتحدة تعلن عدم توصل الحكومة اليمنية والحوثيين لاتفاق على تمديد الهدنة عون وبر وميقاتي يبحثون الرد اللبناني على مقترح الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل للمزيد من التفاصيل زر موقعنا على الانترنت الى اللقاء